أحبك ربي رأيت بعيني اسمه الله القهار القادر العظيم الملك فيروس بسيط ممكن يضمر العالم كله جعل رؤساء العالم مش عارفين يضعوا اديهم على وشهم خايفين من هذا الوباء وهذا الفيروس ادي ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يغير نواميس الكون في لحظة كنا عايشين في عافية وامان وفجأة اصبحنا في حالة هلع وخوف وعدم امان قال الله في سورة الانعام وهو القاهر فوق عباده لكل بنت اتأخر زواجها لكل شاب اتأخر وظفته لكل مريض لكل امرأة لسه ما خلفتش اي بلاء انت وقع فيه مهما كان حجمه في لحظة ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يرفع عنك هذا البلاء ويزول همك فنصحت لك ضع هذه الاية امام عينك هو علي هين هين وسهل عربنا ان يحقق لك كل ما تتمناه ويرفع عنك البلاء اللي انت فيه بس خليك فاكر هذه الايام اوعى تنساها عشان لما تقع في مشكلة او بلاء تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى غير موازين العالم في يوم وليلة فهل ربنا عاجز ان يغير شيء بسيط في حياتك حاشا لله هو علي هين اعتقد ان هذا البلاء اظهر لنا نعم كتيرة كنا غفلين عنها نعمة الحرية والطمأنينة والعافية نعمة الذهاب الى المسجد ونعمة العمرة نعم كتيرة كنا غفلين عنها انت عارف اكتر شيء شيطان بيحرص عليه ان يعمعينك عن النعم اللي انت عايش فيها انك متشكرش ربنا امدا قال الله في سورة الاعراف ثم لقاتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اكثرهم شاكرين هي دي ولا تجدوا اكثرهم شاكرين مش عايزك تشكر ابدا لانك لو شكرت مقامك هترفع عن ربنا وربنا هيزيدك فنصحت ليك دايما بص وشوف على النعم اللي انت عايش فيها واشكر دايما وارفع ايدك هل انت بترفع ايدك وتشكر ربنا تقول يا رب لك الحمد عن نعمة العافية لك الحمد عن نعمة الصحة ربي لك الحمد والشكر عن نعمة الاهل لك الحمد والشكر على نعمة الزوجة الصلحة لك الحمد والشكر على نعمة الأولاد لك الحمد والشكر على نعمة الجامعة لك الحمد والشكر عد بقى النعم هل أنت بتشكر ربنا؟ بتحمد ربنا؟ بترفع ايدك كل يوم وتشكر ربنا سبحانه وتعالى أو أنت ساجد بتعض ربع ساعة في سجودك وتشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ أشكر النعم ولما تقع في مشكلة أو بلاء خلي بالك الشيطان بيعمي عينك عن النعم ويخليك ما تشوفش غير البلاء اللي انت عايش فيه اشكر ربنا عشان يزيدك وتترفع مقامك عنده قد ايه الانسان ضعيف جدا فيروس بسيط اظهر ضعفك وخوفك ايها الانسان الزوج اللي بدرب زوجته الشاب اللي بيعقق ابوه امه الشباب والبنات اللي بياخدوا فلوس حرام التجار اللي غاله الاسعار البنات اللي بتلبس عريان وبتظهر مفاتنها للناس احنا ضعفاء جدا ضعفاء جدا فنصحت ليك اياك تستشعر انك قوي ومحدش قادر عليك وانك هتفضل تعصي ربنا ومفيش عقوبة خف من ربنا خف من ربنا وياك وظلم الناس واغذ حقوقهم التقدم التكنولوجيا اللي احنا وصلنا اليها الان تحس ان العالم بيقولنا ربنا احنا مش بحتاج لك يا رب فربنا يسلط علينا فيروس بسيط تب وروني بقى انتو هتعملوا ايه نسينا اسم الله الصمد الله الصمد يعني الصمد هو الذي يقصد في الحوائج الكل محتاج ربنا الكل بيطلب من ربنا هذا البلاء جعل الاغنياء والفقراء السواسية قال الله في سورة فاطر يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فنصحت ليك اياك تختر بمالك ولا بمنصبك ولا بجمالك لان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يزول كل هذه النعم لان اخترنا بيها دايما اظهر اظهر فقرك وضعفك لربنا سبحانه وتعالى انت محتاج ربنا في كل صغيرة وكبيرة في حياتك بعد غلق المساجد والعمرة حسيت ان ربنا بيقولنا انا مش محتاج لعبادتكم انا غني عنكم وقاته افتكرت ايه في سورة العنكبوت ومن جاهده فانما يجاهده نفسه ان الله لغني عن العالمين ايا تعتقد عشان انت بتساعد كم اسر فقيرة ولا متكفل بيتيم ولا بتحفظ قرآن ولا بتقيم الليل ان ليك فضل على ربنا او ان ربنا منتظر منك هذه الاعمال انت بتعمل هذه الاعمال بتوفيق ربنا هو اللي اعانك عليها ربنا مش منتظر لعبادتنا انت بتعمل هذه الاعمال عشان تدخل الجنة وتنجو من النار عشان فيه برضو بعض الناس يقول يا رب انا علي نزر لو نجحت ابني انا هجيب عجل وفرق على الفقراء فهو معتقد بقى ايه ان ربنا هينجح ابنه عشان هيفرق شوية لحمة للفقراء انت فاكن ربنا منتظر منك شوية اللحمة اللي انت هتوزع على الفقراء ربنا غني عننا ربنا غني عننا اياك ثم اياك ده نصيحة حط حلقة في ودنك اياك تمن على الله بعبادتك هذه الاعمال الصالحة اللي احنا بنعملها بتوفيق وفضل من الله لما شفت بعض الفيديوهات اللي ناس بتجري عشان تشتري مسلزمات البيت من اطعام ومشروبات افتكرت يوم الايامة ان كل شخص فينا بيقول نفسي نفسي من شدة اهوال يوم القيامة لو طلبت من امك امك ليه اغلى شي في حياتك يا امي اعطيني حسنا نفسي نفسي قال الله في سورة عباس يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحباته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فنصحت ليك ادعي يا رب اخرج حب الدنيا من قلبي وجعل هم الاخرة اللهم اجعل هم الاخرة اللهم اجعل هم الاخرة فكر في اخرتك فكر في اعمال صالحة لأننا كلنا هنفاري الحياة وما فيش حاجة تنفعنا الا هذه الاعمال الصالحة فيه اشياء كتيرة استفادناها من هذا البلاء بس مش هنقدر نتكلم فيها علشان الفيديو ما يكونش طويل وانا كتبت تاريخ عشوائي في عنوان الفيديو البلاء هيترفع يا اما قبل هذا التاريخ او بعده اتطمنوا ما فيش بلاء بيدوم وربنا سيأتي بالفرج قريبا لكن خذوا مني هذه الكلمة ويكتنسوها ان بعد لما ربنا يرفع هذا البلاء هنفضى المصرين على الذنوب والمعاصي وهننسى هذا البلاء والغرض منه للأسف واسمعوا هذه الآية وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اشترك في القناة اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر